تظهر بيانات مفوضية حقوق الإنسان في العراق للعام الحالي حقائق وإحصاءات مفزعة عن الواقع الصعب للأطفال المفوضية أكدت وجود خمسة ملايين يتيم يمثلون نحو خمسة في المئة من إجمالي عدد الأيتام في العالم الأمر الذي يعكس هول المأساة الإنسانية التي أفرزتها الحروب المتعاقبة على العراقيين عامة والأطفال منهم على وجه الخصوص ليس هذا وحسب فالمفوضية كشفت أيضا انخراط مليون طفل عراقي في سوق العمل بالنظر لحالة العوز التي تعاني منها العوائل الفقيرة وأشارت لوجود أربعة ملايين ونصف المليون الطفل ترزح عوائلهم تحت مستوى خط الفقر هذه الأرقام الصادمة أثارت موجات من الاستنكار في أوساط الرأي العام والشبكات الاجتماعية المحلية لما تعكسه من امتهان لقيم الطفولة ومن سوء واقع الأطفال وترديه فهل من حلول تلوح في أفوق مستقبل الإنسان العراقي؟